بيبدأ مسلسلنا مع شخص اسمه هاورد وهو داخل للمستشفى وبنعرف انه بيجي يزور مراته كل يوم لانها عملت حدثة من فترة هاورد شخص عادي جدا وعايش حياته بشكل طبيعي لحد ما تاني يوم وهو داخل لشغله وبطاقته مش بتشتغل في اللحظة دي حياة هاورد بتكون على وشك انها تتغير بالكامل لانه حراس الامن بياخدوا معهم لقوضة وهو مش فاهم اللي بيحصل هناك بيقابله مسؤول الامن نفسه واللي اسمه ألدريك وشوية وبيدخل مدير هاورد هو كمان واللي اسمه بيتر وده بيقول لهاورد ان في مشكلة حصلت وانهم محتاجين مساعدته الغريب انه بيقوله كمان ان في شخص مهم من العالم التاني وطالب يقابله هو بالذات وفجأة بيدخل لهم ألدريك ومع الشخص اللي بيتكلم عنه بيتر الصدمة ان الشخص ده بيطلع نسخة من هاورد وحتى بيتر بينديه برضو بنفس الاسم وبيقولهم نسخة هاورد ده انهم لازم يتصرفوا بسرعة وبسرية وده لان فئات المأجور من العالم بتاعه دخل لعالمهم بس لان وقت تصريحه انتهى بيقول انه لازم يرجع للعالم بتاعه حالا وهيرجع لهم تاني بكرة وبيشترط عليهم قبل ما يمشي انه نسخته يبقى معاهم في العملية طبعا هاورد سامع كل كلامهم ومش فاهم اي حاجة علشان كده بيخرج يتكلم مع بيتر وبيسأله عن شغلهم بالزبط وبيطلع ان المبنى ده باللي شغالين فيه مسئولين عن بوابة بتوصل لعالم موازي وبيقوله بيتر ان كان فيه تجربة من 30 سنة اثناء الحرب بمكان المبنى وقتها حصل حاجة غلط ادت لفتح ممر بيوصل لعالم موازي لعالمهم علم فيه نسخ لكل شخص في العالم ده لكن كل واحد فيهم بحياة مختلفة على سبيل المثال نسخة هاورد عميل مشهور جدا في العالم بتاعه اما هاورد هنا مجرد موظف عادي وما كانش يعرف اي حاجة حتى عن شغله او ان فيه علم موازي لعالمهم وبيجي قلدك يتكلم معاهم بعد ما نسخة هاورد رجع للعالم بتاعه وبيقول انه اداله اسم الواحد من اهداف القاتل المأجور المفاجأ ان اول هدف بيكون هو امراض هاورد اللي اسمها ايميلي بس بيرفضوا يعرفوا هاورد اي حاجة تاني وبيطلبوا منه يرجع لبيته تاني يوم بنشوف نسخة هاورد وهو بيعدي من البوابة واول ما بيدخل لعالمهم قلدك بيقفل كاميرات المرأبة وبياخدوا معاهم وبيروحوا لشاقة هاورد هناك نسخته بيعرفهم ان القاتل المأجور واحدة اسمها بولدوين ودي تبع مجموعة متطرفة في العالم بتاعه والمجموعة دي مسببة مشاكل بقالهم اكتر من شهر حوالين السلطة بس لسه مش واضح اهدافهم وليه بعتوا بولدوين لعالمهم فبيقول بيتر انهم لازم يعرفوا المستوى الرابع وده يبقى مستوى في المبنى بتاعهم في اشخاص مهمين لكن نسخة هاورد بيقول ان الموضوع لازم يفضل سر حاليا وواسط كلامهم بيسألوا هاورد عن سبب استهداف مراته فبيقول له نسخته انهم بيحاولوا يقزوا باي طريقة وبما ان مراته ميتة في علامهم بيحاولوا يوصلوا لنسختها ومن كلامه بنعرف انه كمان من المستوى التاني وده مستوى سر تماما واللي فيه مسئولين عن المجرمين والجرائم اللي بتحصل ما بين العالمين وبما انهم عاوزين يقبضوا على بولدوين بيبدأوا يفكروا في خطة وانسب حاجة بالنسبة لهم بتبقى انهم يعملوا فخ في المستشفى بحسوا هي دخل تيئة الايميلي يقبضوا عليها او يخلصوا منها علشان كده نسخة هاورد بيقول له انه هيروح مكانه للمستشفى النهاردة فبيخرج بيتر وقال ديك يجهزوا رجالتهم اما نسخة هاورد بيفضل معاه علشان يعرف كل حاجة عنه وبعد كم ساعة بيجي معا التنفيذ الخطة وزي ما اتفقوا نسخة هاورد هو اللي بيدخل للمستشفى اما هاورد وباقي الجنود بيستنوا برا حوالين المبنى المشكلة انه نسخة هاورد داخل للمستشفى بينسى يحط الورد في الاستقبال وده حركة هاورد كان بيعملها دايما واي اللي عليها تاني مشكلة بتقابلهم ان بيجي شخص اسمه ايريك يزور ايميلي وده من كلامه بنعرف انه يبقى اخوها لكن نسخة هاورد بيقدر يتصرف وبيتكلم معاه بشكل طبيعي وبعد دقايق بيتر بيشوف بولدوين وهي بتقرب من المكان فبيحذر نسخة هاورد بسرعة وبيقوله يستعد وفعلا بتدخل بولدوين للمستشفى وبيدخل وراها مساعد قلدك بس لان بولدوين مرقبة هاورد بقالها كام يوم بتلاحظ موضوع الورد ساعتها بتحس ان في حاجة غلط وبتخرج مسدسها ولما بيعرف نسخة هاورد انه متكشفوا بيتردها فبتضرب بولدوين عليه نار وبتقتل شوية من المستشفى وبتكمل طريق هروبها لحد ما بتنط من شباك على برا الكارسة انها بتنزل قدام العربية اللي فيها هاورد بس الحصن حظه نسخته بتنقذه قبل ما تقتله بسواني فبتهرب بولدوين بسرعة وهي مصابة قبل ما يمسكوها وبما ان خطتهم فشلت بيوصلوا نسخة هاورد للبوابة واللي بيقول انهم لازم يحاولوا تاني بطريقة مختلفة وبيعرف بيتر انه هيرجع اول ما ياخد تصريح من العالم بتاعه بعدها بيتر بياخد هاورد يرجعوا لبيته انك بيتكلم معاه وبيقولوا انهم لسه هيحتاجوا مساعدته لكن واضح ان هاورد متعصب لانه ما كانش يعرف اي حاجة عن شغله وده على الرغم انه شغال معاهم بقاله 30 سنة علشان كده بيطلب ترقية المستوى اعلى مقابل مساعدته اما نسخته بنشوفه بعد معدل العالم بتاعه واللي واضح انه متطور وانضف بكتير عن العالم التاني هناك بنشوفه داخل يستنى حد في مطعم المفاجئة انها بتطلع مراته ايميلي اللي قال انها ماتت لكن من كلامهم هما الاتنين مع بعض بنفهم انهم منفصلين حاليا وايميلي كمان شغلت بعجيها حكومية وجاية قابل هاورد لان جالها امر بالقبض عليه بس لانها عارفة انه عدل العالم التاني بتسأله كان بيعمل ايه ناك يمكن تقدر تساعده وتوقف امر القبض عليه لكن هاورد بيرفض وبيقولها ان المهمة سرية جدا ساعتها ايميلي بتقوله يخرج من المطعم يسلم نفسه وما يحاولش يقاوم وفعلا اول ما بيخرج هاورد بيقبض عليه اتنين وبيخضول العربية لكن في ثواني هاورد بيخلص عليهم كلهم وبيهرب تاني يوم بنشوفه رايح يقابل شخص اسمه بوب ومن كلامهم بنفهم ان ده اللي هاورد شغل حسابه وبياخد منه المعلومات المفاجأ انه بيقول لهاورد ان ما فيش امر قبض عليه ولا حاجة وان اللي حاولوا يقتلون بارح رجالة شخص اسمه كيل معنى كده ان ايميلي اما اضحك عليها او شغل الحساب المجموعة وبعد ما خلصوا كلامهم بيروح هاورد على البوابة علشان يدخل للعالم التاني وجوا مابنى الشرطة بنشوف ايميلي بيتحقق معاها وبيطلع ان كيل والمجموعة كانوا ضحكين عليها وبيستغلوها واتبعت لها امر مزيف علشان تساعدهم في قتل هاورد وسبب التحقيق معاها ان ثلاثة من زباتهم اتقاتلوا دول طبعا يبقوا التلاثة اللي هاورد خلص عليهم من بارح لكن ايميلي بتدفع عن نفسها وبتقول ان جالها امر بالمهمة فعلا وبنروح للعالم التاني وبنشوف الاختلاف اللي ما بين العالمين اناك بيتر وقالدك بيقابلوا هاورد واللي بيقول لهم انه قدر يعرف اسم بولدوين الحقيقي وبيطلب منهم يجيبوا نسخته علشان يبدأوا يتحركوا وفي مكان بعيد عن المدينة بنشوف بولدوين داخل البيت قديم وعلى طول بتبدأ تعالج نفسها من الرصاصة اللي تصابت بيها وفاجأة لما بتسمع حد بيقرب من البيت بتمسك مسدسها لكن واضح انها تقرف اللي دخلت دي وهم اللي اتنين شغالين مع بعض وبنعرف ان اللي دخلت تتكلم معها دي اسمها كلير ودي بتقول لها ان العميل اللي بيطردها قدر يوصل لنسختها علشان كده لازم توصل لها وتقتلها قبل ما يستغلوها ويعرفوا اي حاجة عنها اما هاورد بنشوفه رايح يقابل نسخته في قاعة للحفلات وبنعرف ان اسم بولدوين الحقيقي هو نادية وفي العالم ده شغال عزفة كمان وهم جايين يرقبوها يمكن يقدروا يعرفوا منها اي حاجة توصلهم لنسختها وبعد ما خلصت الحفلة بيروح نسخت هاورد للمكان اللي فيه نادية هناك بيخترع قصة معينة عن بنته علشان يقدر يتكلم معاها وبتنجح خطته وبيخلي نادية تقوله شوية معلومات عن حياتها واللي من ضمنهم انها سبت البيت اللي كانت عيشة فيه مع ابوها وبتعرفوا انه بيت قديم موجود على حدود المدينة فبيخرج هاورد بسرعة يتصل على قلدك وبيديله العنوان وبيقوله ان غالبا نسخت نادية هتكون مستخبية هناك فبيلم قلدك رجالته علشان يروحوا على العنوان بسرعة لكن المشكلة ان نسخت نادية بتكون وصلت للمكان اللي هم فيه وبتستنهم اول ما بيتحركوا وبتروح تدور على نسختها طبعا قلدك واللي معاه اول ما بيوصلوا للبيت بيلقوا فاضي بس بالصدفة قلدك بيلاقي ورقة على الارض ودي بيبقى فيها المعلومات اللي كلير ادتها لنادي عن نسختها فبيخرجوا من البيت بسرعة علشان يرجعوا لهناك تاني في اللحظة دي نادية بتبقى وصلت لنسختها وشايفها وهي بتتكلم مع هاورد فبتتصل على الشرطة بحيث تسبب فوضى في المكان وبتقولهم ان فيه شخص خطف بنت في الحانة تحت تهديد السلاح وخلال دقايق بتوصل الشرطة للمكان وبيدخلوا للحانة وبياخدوا نادية معاهم لانهم فاكرينها مخطوفة ساعتها بتيجوا نسختها من وراهم وبتقتل كل الزباط وبتاخد نادية معاها لما كان بعيد شوية تقتلها فيه طبعا هاورد اول ما بيشوفها بيفهم اللي بيحصل وبيبدأ يطاردها وبيوصل قلدك ورجالته هم كمان وبيعرفوا اللي حصل من المساعد بتاعه فبينتشروا في المنطقة كلها وبيقابلوا هاورد واللي بيعرفهم ان نادية ونسختها في نفس المبنى اللي هم فيه وفعلا بنشوف نادية بتتكلم مع نسختها وهم مستخبيين طبعا نادية اول ما بتشيل القناع نسختها بتتصدم وبتفكر انها تجننت او غالبا مش فوعياها وبرضو نادية هي كمان بتتردد وما بتقدرش تقتلها لحد ما بيوصلهم قلدك ورجالته وبتقدر نسختها تهرب واستضرب النار بس للأسف مساعد قلدك بيقتل النسخة على اساس انها نادية اللي من العالم الموازي وعلى الرغم من كده بيضطروا انهم ينسحبوا من المكان قبل ما توصلهم الشرطة والموضوع يتكشف بس المشكلة الاجبر بالنسبة لهم دلوقت هي ان نادية بتسلم نفسها للشرطة وفي العالم التاني بنشوف ايميلي وهي بتقابل شخص من الحكومة وده بيديها ورقة فيها اسم الشخص اللي بعت لها الامر المزيف للقض على هاورد وبيعرفها كمان ان فيه واحدة من علامهم اتقابد عليها في العالم الموازي فبتكرر ايميلي ساعتها انها تروح لهناك وتفهم اللي بيحصل علشان كده بتتصل بحد تعرفه يجيب لها تصريح انها تعدي من البوابة في نفس الوقت في العالم التاني الشرطة بتكون بتحقق مع نادية واللي طبعا ما بيبقوش فاهمين ازاي اللي ماتت دي نسخة منها بالزبط نفس الشكل ونفس البصمات وحتى نفس الحمض النووي وبسبب اللي حصل امبارح بيتر وقالدك بيروحوا يقابلوا هاورد ونسخته وبيقول بيتر ان قبض الشرطة على واحدة من العالم التاني هيسبب لهم مشاكل ومن كلام هاورد بنفهم ان فيه صفرة للعالم بتاعه جوه علامهم علشان كده بيقول انه هيروح لهناك وهيحاول يشوف اي حال اما بيتر بيقول لقالدك يتكلم مع معارفه ويحاول يدخل للاسم ويحقق مع نادية يمكن يقدر يعرف منها مين اللي بعتها وهدفه ايه بالزبط بس قبل ما يروح لهناك هاورد بيقوله ياخد نسخته معاه بحيث يبقى عارف كل حاجة واللي هيحصل مع نادية وبعد ما خلصوا كلامهم بيروح هاورد على الصفارة هناك بيقابل السفير اللي من العالم بتاعه واللي بنعرف ان اسمه لامبريد وده بيقعد هاورد يتكلم معاه عن نادية وبيطلب منه يتدخل ويمنع ترحيلها لعالمهم وده لانه محتاج يحقق معها الاول ويعرف هي شغلة لحساب مين لكن لامبريد بيرفض نهائي وكمان قبل ما يمشي بيقوله ما يتحركش لان فيه اشخاص جايين يحققوا معاه في اللي حصل وزي ما اتفقوا قلدك ونسخت هاورد بيروحوا لمركز الشرطة وبيقدر قلدك يستغل علاقاته وبيدخل يتكلم مع نادية لكن نادية بترفض انها تتكلم معاه نهائي وبنشوف بيتر وهو داخل يتكلم مع مديره اللي اسمه رونالد وبنفهم من كلامهم ان في اجتماع على وشك انه يتم مع سفير العالم الموازي وفي الاجتماع ده هيتم التفاوض على تسلمهم للمجرمة اللي اسمها نادية علشان كده رونالد بيسأل بيتر عن مدى اهميتها بحس يحددوا مطالبهم في مقابل تسلمها فبيقوله بيتر ان في حاجة خطيرة ومش مفهومة بتحصل في العالم التاني علشان كده بيعتقد ان نادية دي مهمة جدا ليهم في نفس الوقت ايميلي بتكون قدرت تجيب تصريح دخول للعالم التاني وبيبقى معها كمان شريكها اللي اسمه ايا وبعد ما بيعدوا من البوابة بنعرف انهم متجهين للصفارة ولما بيوصلوا لهناك بيدخلوا لنفس القوضة اللي فيها هاورد وبنعرف ان هم دول الاشخاص اللي جايين يحققوا معاه لكن برضو زي ما حصل قبل كده هاورد بيرفض يعرفهم اي حاجة وبيقول انه مش بيسق في اي حد منهم نهائي فبتطلب ايميلي من شريكها يسيبها تتكلم مع هاورد لوحدها وبعد ما بيخرج بتقول هاورد انها عرفت معلومات مهمة والمعلومات دي عن الشخص اللي كان عاوز يستغل لها وبعت لها امر مزيف الشخص اللي كان عاوز يقبض عليه ويخلص منه واول ما بيشوف هاورد الاسم اللي في الورقة بيتصدم لانه بيطلع بوب اللي هو شغال لحسابه طول السنين اللي فاتت وهو اللي بيديله كل المعلومات اللي شغال على اساسها وبعد كام ساعة بيبدأ الاجتماع ما بين حكومات العالمين وفعلا بتبدأ المفاوضات ولامبرد بيطلب منهم نادية وفي المقابل بيعرض عليهم شوية معلومات من علامهم بما انهم متطورين عنهم بيبقوا وصلوا الادوية وابحث مهمة لكن رونالد بيستغل الموضوع وبيطلب معلومات اكتر معلومات عن اماكن اكتشاف البترول والصروات المهمة بس لان في صراع ما بين العالمين لامبرد بيرفض في الاول لكن بيضطر في الاخر انه يوافق لان نادية مهمة فعلا بالنسبة لهم وبنرجع لهاورد بعد ما اعرف ان بوب عاوز يخلص منه وطبعا بعد المعلومة دي بيصق في ايميلي علشان كده بيعرفها انه من كام شهر بدأت تجيله رسائل مشفرة رسائل من شخص من العالم اللي هم فيه دلوقت ودي كان فيها تحذير من مشاكلها تحصل حوالين السلطة في علامهم لكن هاورد برضو بيرفض يعرفها اسم اللي بعات له الرسالة فبتتدايق ايميلي انه لسه مش بيصق فيها وبيطلع انها كانت مخبية عليه شغلها لحساب الحكومة وده كان السبب الاكبر في انفصالهم هما اللي اتنين وبيرجع لامبريت للصفارة وبيقاطع كلامهم بس قبل ما تخرج ايميلي بيطلب منها هاورد تزور امه اللي ماتت غالبا كده رسالة مشفرة ما بينهم وعاوز يعرفها حاجة وبيعرف هاورد من لامبريت انه تفوض على تسليم نادية وفعلا بنشوفها في عربية مع هاورد وقالدريك بينقلوها لكن فجأة بيعترض طريقهم مجموعة من العربيات وبيحصروهم ودول بيخرج منهم اشخاص يفتحوا عليهم النار وبيغرقوا العربية بالبنزين وقبل ما يولعوا فيهم بيضطر قالدريك يفتح العربية ويسلمهم نادية ولان هاورد كان متعاطف مع نسختها اللي ماتت بتسيبهم يعيشوا وبيطلع ان كلير ورجالة المنظمة هما اللي انقذوها بعدها بيرجع هاورد للبيت وبيقابل نسخته هو وبيتر وبيقول ان السفير بتاعهم غالبا لإعلاقة بالله حصل وهو اللي ادى معلومات للمجموعة بمعاد نقل نادية علشان يحرروها ولان وقت تصريحه خلص بيقول انه لازم يرجع للعالم بتاعه بس لانه محتاج يكمل تحقيق هنا في اللحصل بيقولهم اقتراح والاقتراح ده هو انه نسخته يروح للعالم التاني بدانه وبما ان دي الطريقة الوحيدة علشان يوقفوا اللي بيحصل كلهم بيوافقوا وبنروح لإيميلي في العالم التاني وهي دخلة للكنيسة وبتروح للمكان اللي فيه صورة ام هاورد زي ما طلب منها هناك بتلاقي رسالة مستخبية من الرسائل اللي اتبعتت لهاورد من العالم التاني المفاجئة انها لما بتخرج تقرأ الرسالة بتلاقيها من نسختها يعني اللي كتبتها هي إيميلي برضو مرات هاورد في العالم التاني ودي بتقوله فيها انها حاسة انها تكشفت علشان كده بتوصي ان لو حصل لها اي حاجة يهتم بجزها ويحميه يعني برضو نسخة إيميلي كانت شغالة مع المسؤولين عن البوابة من غير ما جوزها يعرف وبعد ما قرأت الرسالة بترجع إيميلي على بيتها هناك وهي بتقيده النور حاجة بتجرح إيدها وخلال ثواني إيميلي بتدوخ وبطوع على الأرض ساعتها بيظهر أشخاص وبيشيلوا زي دبوس من مفتاح النور وبيرموا حواليها حبوب بحس تبان انها انتحرت وبنروح لهاورد في العالم الأول وهو بيتكلم مع نسخته وبيفهمه هيتصرف إزاي لما يتنقل للعالم التاني بداله بحس ما حدش يشك فيه ويعدوا الفترة دي على خير وبيقوله كمان انه بلغ شخص هناك هيفضل معاه وهيسعده طول الوقت وبيروحوا على الحدود ما بين العالمين وهناك بيتر بينبح على هاورد وبيقوله ياخد باله وما يعرفش أي حد نهائي بعملية التبديل اللي هم عملوها لأنها لو تكشفت ممكن تسبب أزمة دبلوماسية وفعلا بيدخل هاورد للبوابة وخطتهم بتمشي كويس وأول ما بيوصل للعالم الموازي بيلاقي شخص مستنيه اسمه راش وده اللي نسخته قاله عليه انه هيساعده فبياخده راش يوديه للشقة اللي هيقعد فيها اسبوع طول فترة التبديل لكن فجأة أول ما بيوصلوا بيلقوا حد بيخبط على الباب واللي بتخبط دي بتقول هاورد انها بنته ولما بيفتح هاورد بيلاقيها بتقوله ان أمها في المستشفى طبعا هاورد ما بيكونش فاهم اللي بيحصل بالزبط بس بيحاول يتصرف بشكل طبيعي وبيروح معها على المستشفى وفي الطريق الهناك بيعرف انها بنت نسخته واسمها أنا ودي بتقوله ان أمها حاولت تنتحر بجرعة زيادة لكن جرانها شفوها ونقالوها للمستشفى قبل ما تموت ولما بيوصلوا للمستشفى هاورد بيلاقي قدامه نسخة من مراته وده بيخليه مستغرب وما بيبقاش فاهم لان نسخته كذب عليه وقال له انها ماتت وبنعرف انها في العالم ده متجوزة شركها اللي اسمه ايا وبنرجع للعالم الاول وبيبدأ هاورد هو كمان ياخد مكان نسخته فبيروح على الشغل بداله علشان ما حدش يشك في اي حاجة لكن مرة واحدة ومن غير سبب بيسيب المكان ويمشي وبالصدفة بيتر بيشوفه وبيتدايق لانه ممكن يفضحهم في الناحية التانية من المدينة بنشوف السفير لامبريت وهو بيقابل كلير وزي ما توقع هاورد بيطلع شغال مع المنظمة فعلا وده بيقول لكلير ان نادية بقت خطر عليهم دلوقت وبناء على اوامر المنظمة لازم تخلص منها في اسرع وقت ممكن ولان بيتر خايف ان هاورد يفضحهم بيخرج يتكلم معاه وبيسأله عن السبب اللي خليه سيبي الشغل ويمشي فبيقول له هاورد انه مش بيصق في الناس اللي في المكتب وشكك ان المنظمة لهم جواسيس جوى مؤسستهم نفسها لكن بيتر بيقول له انه مرائب كل الموظفين ومستحيل اي حاجة زي كده تحصل من غير ما يعرفها وعلشان هاورد يثبت له انه مش مسيطر ولا حاجة بيقول له حقيقة ايميلي وبيعرفه انها كانت عاملة سرية وبتتواصل معاه بقالها شهور والحادثة اللي دخلتها للمستشفى دي ما كانتش حادثة لانها حصلت على طول بعد ما حددت معاد هتنقله فيه معلومات مهمة وبعد كل المعلومات دي بيتر بيقتنع انه لازم يسمع كلامه فبيقول له هاورد انه هيروح يقابل واحد صاحبه من العالم بتاعه بس هو عايش وسطهم من زمان في العالم ده وممكن يكون عارف اي حاجة وفعلا بيروحوا يقابلوا صاحبه واللي بنعرف ان اسمه هنريك وده بيبقى عنده محل جزارة علشان يغطى على هويته الحقيقية فبيقعد هاورد الوحده ويتكلم معاه عن اللي بيحصل وبيسأله اذا كان يعرف اي حاجة عن الجواسيس وعمليات الاغتيال اللي شغالة فبيقول له هنريك انه عارف من مصدر ليه شوية حاجات بالصدفة واهمها ان شخص من علامهم اسمه بوب هو المسئول عن كل اللي بيحصل وبيعرفوا ان بوب ده زرع جواسيس بقالهم كورون في العالم اللي هم فيه المفاجأ انه بيقول له كمان انه عنده جاسوس مهم جاسوس في منصب عالي جدا جوال مكتب الاستراتيجي بس لسه مش معروف هو مين ولا ماسك منصب ايه بالزبط وبنروح للعالم الموازي بعد ما خرجت ايميلي من المستشفى ولانها لسه ما تعالجتش بالكامل هاورد هو اللي بيوصلها المفاجأ انهم اول ما بيدخلوا لشاقتها بتقول له هاورد انها عارف حياته ومتأكدا انه نسخة جزها ويبقى هاورد اللي من العالم الاول وده لان هاورد اللي هي تعرفه ما كانش هيعرض عليها يوصلها وبرضو كان مستحيل يجي زورها في المستشفى ساعتها هاورد بيضطر يعرفها الحقيقة وبيقول لها على الاتفاق اللي عملوا مع نسخته لمدة اسبوع بحس يقدر هو يحقق في الجرائم اللي بتحصل في العالم الاول وفي العالم الاول نادية بتحس ان في حد بيقرب من الاوضة وبيطلع ان كلير نفذت اوامر لامبرت وبعتت حد يقتلها لكن نادية بتقدر تدافع عن نفسها وبتخلص منه وبنشوف هاورد وهو بيقول لبيتر المعلومات اللي قال له عليها هنريك طبعا بيطر بيكون مصدوم من كلامه وما بيكونش مسدق ان الاختراك وصل في المكتب لمستوى الادارة علشان كده بيسأل هاورد اذا كان بيصق في كلام صاحبه اللي اسمه هنريك فبيقول له هاورد ان هنريك عمره ما قال له معلومة طول حياته وطلعت غلط تاني يوم بنشوف 3 اشخاص من العالم الموازي بيعدوا للعالم الاول هناك بيقابلوا شخص واللي بياخدهم للمكان اللي هيسكنوا فيه لكن فجأة بعد ما بيخلصوا كلام معه بيقتلوه معنى كده انهم غالبا تبع المنظمة ومش عاوزين اي حد يعرف عنهم في الناحية التانية من المدينة بنشوف كلير وهي دخل المحل الجزارة اللي صاحبه هنريك وده لان المنظمة مرقبين هاورد وعرف انه بيجل هنا دايما علشان كده كلير بتهدد هنريك وبتقوله انه لو ما قال لهاش هو عرف هاورد ايه بالزبط هتخلص عليه لكن هنريك برضو بيرفض تماما انه يقول لها اي حاجة وفي العالم الموازي هاورد بالصدفة بيقابل الشخص اللي اسمه بوب الغريبة ان بوب بيكون عارف بعملية التبديل اللي تمت ما بين هاورد ونسخته بس لان نسخت هاورد حذره منه بيحاول ما يتكلمش معه كتير بحيث ما يعرفش منه اي معلومة ويستغلها ضدهم وعلى طول بعد ما سابه بيروح يقابل ايميلي وبيحكي لها اللي حصل فبتقوله ايميلي انه تصرف صح ولازم فعلا ما يصقش فيه وفي العالم الاول بنشوف قلدرك واخد بيتر ورايحين يزوروا شخص معين واول ما بيوصلوا بيستغرب بيتر لان البيت بيكون عليه حراسة جديدة علشان كده بيسأل قلدك هما رايحين يزوروا مين بالزبط فبيقوله قلدك ان اللي سكن هنا واحدة وعيلتها من العالم الموازي ودي قررت تسيب العالم التاني من سنين وتستقر في العالم بتاعهم ولان كان معاها معلومات مهمة المكتب الاستراتيجي قرر انه يحميها ويأمن لها حياتها هي وعيلتها بحس توافق انها تتعاون معاهم ولما بيدخلوا يتكلموا معاها قلدرك بيشرح لها الموقف الحالي وبيقول لها انهم شكين ان في تسريب للمعلومات من جوة المكتب بتاعهم فبيقوله ان الموضوع بقى خطر جدا طالما وصل لمستويات عالية وغالبا الهدف منه ومش مجرد تسريب كم ورقة من المكتب ده معناه ان في جاسوس شغال صالح العالم الموازي معاهم وبيطلع انها حذراتهم من زمان ان حاجة زي كده ممكن تحصل لكن اللي مسكين المؤسسة ساعتها تجاهلوا كلامها وبنروح للعالم الموازي وإيميلي بتتكلم مع هاورد وبيفكروا هما الاتنين من اللي ممكن يكون بيوصل الأوامر للجواسس اللي في العالم التاني فبتقول إيميلي ان التفسير الوحيد هو ان الأوامر كلها بتمر من خلال الصفارة واكتر شخص بيوصل حاجات للصفارة هو سعي بريد اسمه إدجار والحصن حظهم ان إدجار ده بيبقى عارف نسخة هاورد علشان كده إيميلي بتقول هاورد يتصل عليه ويطلب منه انه يقابلوا في المكان اللي هم في دلوقت وهاورد بيكون مستغرب وبيسألها هو ليه المول فاضي فبتقوله إيميلي ان من كام سنة وباء في الوانزة ضرب علامهم وقضع العدد كبير جدا تقريبا تلت سكان علامهم ومن ساعتها والناس ما بقوش يستخدموا الأماكن العامة إلا للضرورة القصوى خوفا يعني من انتشار العدوى تاني وبعد شوية بيوصل إدجار فعلا للمكان وبيقابلوا هاورد وأول ما هاورد بيسأله عن الحاجات اللي بيوصلها للصفارة وش إدجار بيتغير وبيقوله إن جواسيس لامبرت والمنظمة في كل مكان والأفضل ما يسألوش عن أي حاجة تخصهم لإنه خايف على حياته وبيقول لهاورد إنه هيقوم يجيب مشارب زيادة وبيحاول يهرب لكن إيميلي وهاورد بيحصروا وبيجبروا على الكلام وإيميلي بتقوله إن في حد حاول يخلص منها من كام يوم وهي مجتنعة إن لامبرت متورط في الموضوع وكل اللي بيحصل علشان كده عايزة تعرف الطرود اللي بيوصلها دي فيها إيه بالزبط ومين اللي بيدهله أساسا علشان يوصلها فبيقول لهم إدجار إنه مجرد ساعة بريد والأشخاص دول ما بيسمحوش ليه حتى إنه يقرب من المكان اللي بيستلم الطرود منه بس بعد تهديد إيميلي ليب المسدس بيضطر يتكلم وبيقول لها على عنوان المكان اللي بيستلم منه الطرود دايما وده بيكون عبارة عن بيت في مدينة اسمها بوتس دام وبنرجع للعالم الأول وقال دريك وبيتر لسه بيتكلموا مع الست اللي راحوا لها ودي بتقول لهم إنها قبل ما تنفصل عن العالم الموازي كان في حاجة بتحصل لإنها سمعت كلام في المكتب الاستراتيجي عن حاجة اسمها العملية السودة وعرفت إن العملية دي هتكون عبارة عن زرع خلايا نايمة في العالم بتاعهم لحد ما ييجي وقت استخدامها وتنفيذ الخطة وكمان أيامها كانوا بيتكلموا عن منصب مهم في المكتب الاستراتيجي بتاع علامهم وقالوا إنهم هيزرعوا في عميل اسمه الحركي شادو علشان يكون الراجل بتاعهم في مكان خطير زي المكتب الاستراتيجي بس المشروع وقتها الأغلبية ما كانوش موافقين عليه وبسبب اللي بيحصل بتقول برضو إن ممكن مجموعة صغيرة تكون بدأت تنفيذ المشروع ده في السر وبعد ما عرفوا منها كل المعلومات المهمة دي بيشكروها وبيسيبوها ويمشوا بعد كده بنشوف كلير وهي رايحة قابل الثلاث جواسيس ودول اللي شفناهم لسه وصلين للعالم ده من كم ساعة وبتسلمهم كلير ملفات فيها أوراق تعرفهم الشخصي وبتقولهم إنه قريب جدا هياخدوا أماكن نسخهم في العالم اللي هم فيه بس بتعرفهم إن عندهم مشكلة بسيطة مع واحدة كانت شغالة معاهم وهيحلوها الأول بيبعو أصدها على نادية وإنهم ما قدروش يقتلوها وفي العالم الموازي إيان بيحبط محاولة لتهريب ألبوم أغاني لمغني اسمه برينس وبيقول إن المغني ده مات في العالم الأول بقاله زمن وتهريب ألبومه من علامهم كان هيكشف أهم سر من أسرارهم وقبل ما يخلص على المهرب اللي قدامه بتجيله مكالمة من شخص اسمه ماكس واللي بيبلغوا إن كاميرات المرأبة صورت إيميلي وكانت بتهدد واحد اسمه إدجر علشان تعرف منه عنوان مكان معين طبعا إيا على طول بيعرف إن هاورد أكيد هو اللي ورت إيميلي علشان كده بيقرر يروح يحقق في الموضوع بنفسه وبنرجع للعالم الأول بالتحديد لمكتب التخطيط اللي بيديره بيتر هناك بنشوف واحد من اللي شغالين بيشتكي إن هاورد بيغيب كتير جدا وبيقول إنه عاوز يشتكيه لإن الشغل كتير عليه لكن بيتر بيتدخل وبيقنعه ما يعملش كده وده طبعا لإنه لو لفت الأنظار ليهم هيسبب لهم مشاكل ملهاش آخر ويمكن حد من الجواسيس يلاحظ عملية التبديل اللي هم عملوها وساعتها كل خطاتهم هتفشل ويمكن يعرضوا هاورد اللي في العالم التاني للخطر علشان كده بيتر بيسيب المكتب وبيروح يقابل هاورد وبينبهوا إنه لازم يبتدي يروح الشغل لمكان نسخته لإن اللي شغالين هناك بدأوا ياخدوا بالهم وهيسببوا لهم مشاكل لكن هاورد بيقولوا إنه مش فاضي وكان شغال على قضية الجسوس وقدر فعلا إنه يوصل لوسائق الجسوس ده هربها قبل كده المفاجأة إن الوسائق دي بيكون عليها الختم بتاع القسم اللي بيدره بيتر معنى كده إن الجسوس قريب منهم أكتر ما هم متوقعين ويمكن كمان بيتر يكون يعرفه وبيتعامل معه دايما فبيدي هاورد الوسائق دي لبيتر وبيقوله يحقق فيها كويس ويشوف مين اللي بيقدر يوصل لها ويهربها كمان من المكتب يمكن يلاقي أي دليل يوصلهم للجسوس فبيقوله بيتر إن النهاردة عيد ميلاده وهيعمل حفلة في البيت عنده وهيدع كل اللي شغالين في المكتب معنى كده إن الجسوس بنسبة كبيرة هيكون وسطهم فدي ممكن تكون فرصة كويسة علشان يعرفه هو مين وفي العالم الموازي هاورد بيحاول هو كمان ياخد مكان نسخته بحيث ما حدش يلاحظ غيابه ولا يشك في أي حاجة وبيتفاجئ وهو بيطلب قهوة زي كل يوم إن إيان جاي يتكلم معاه وبيسأله هو كان بيعمل إيه بالزبط مع إيميلي وإعلاقتهم بساعة البريد اللي اسمه إيدجر وعنوان إيه اللي كانوا عايزينه منه فبيقوله هاورد إنه المفروض يسأل إيميلي بما إنها مراته ساعتها إيان بيتعصب وبيقوله إنه هيخدم على المكتبه علشان يحقق معاه ولما بنرجع للعالم الأول بنشوف نادية وهي ماشية ورا كلير وبتجي من وراها وبتهددها إنها لو عملت أي حركة غير متوقعة هتقتلها وبتطلب منها توفي بوعدها معاها وتديها الفلوس بتاعتها بعد ما تخلص مهمات الاغتيال اللي اتفقوا عليها لكن كلير بترفض وبتقول لها إن المنظمة خلاص استغنت عنها وخلاص ما بقوش عاوزين خدماتها وعاوزين بس يخلصوا منها فبتقول لها نادية إن المنظمة مش مهتمين بالشخص اللي هينفذ العمليات أهم حاجة عندهم إن الأهداف تموت وخلاص وبتطلب كمان من كلير 100 ألف يورو غير الفلوس الأساسية ودول كانت وعدتها بيهم لما تنفذ المهمة وبتهددها إن الفلوس دي لو ما تبعتوش هتدور عليها وتقتلها هي كمان وبنرجع لإيان وهو واخد هاورد ورايح للمكتب يحقق معاه هناك بيقابلوا واحد اسمه كاسبر وده اللي بيبقى مسؤول عن جهاز كشف الكيزب اللي هيستخدمه على هاورد وبعد ما زبطوا كل حاجة والجهاز بيكون شغال بيبدأ إيان الأسئلة المشكلة إنه بيسأل هاورد عن أحداث حصلت مع نسخته ودي صراحة ما بتبقاش مشكلة قوي دي بالعكس بتطلع لصالح هاورد لإنه أساساً اللي بيسألوه ده مش هاورد بتاع علامهم علشان كده بكل بساطة بيقوله إنه ما يعرفش هو بيتكلم عن إيه وطبعاً الجهاز بيأكد على كلامه وبيطلع إنه مش بيجدب لإنه فعلاً مش نفس الشخص اللي الأحداث دي حصلت معاه ولما بيخرج إيان يعرف النتائج من كاثبر بيتصدم لإن كاثبر بيعرفه إن هاورد مجدبش في ولا كلمة أو كان بيجدب بس قدر يلاقي طريقة يخدع بها الجهاز وفي العالم الأول بنشوف ألدريك بيقابل واحد اسمه يونج وده بيسأله عن شخص تاني اسمه وولتر وبنعرف إنه وولتر ده كان رئيسهم في مكتب التخطيط وده قبل ما يموت بسكتة قلبية من خمس سنين واضح إن ألدريك بعد اللي بيحصل بدأ يشك في سبب موته وبيعتقد إن الجسوس اللي بيدوره عليه ممكن يكون لي دخل في الموضوع علشان كده بيسأل يونج إذا كان فكر أي حاجة غريبة وولتر قال له عليها بما إنهم يعني كانوا صحاب جداً وبيتكلم معاه دايماً فبيقول له يونج إنه وولتر في أيامه الأخيرة كان آلان وكان على طول بيقول له إنه حاسس إنه مترائب وبسبب كلامه ده ألدريك بيتأكد من شكوكه أكتر وبتيجي مكلمة لهاورد من مراد صاحبه هنريك بتطلب مساعدته صاحبه اللي عنده محل جزارة وكان بيديله معلومات عن الجسوس فبيروح هورد لهناك وبيلاقي مراد صاحبه بتعيط وللأسف بيلاقي صاحبه ميت وجسته متشواها في نفس الوقت في العالم الموازي بنشوف إيميلي وهي بتتكلم مع واحدة تعرفها ودي بالصدفة بتقول لها إنها شافت إيان واخد هورد المكتب التحقيقات فبتفهم إيميلي على طول اللي بيحصل وبتعرف إن إيان بيحاول يطلع منه بمعلومة عن العنوان اللي إتجار ادهلهم علشان كده بتجر على المكتب وبتوقف التحقيق وبتتكلم مع إيان واللي بيقول لها إنه بيعمل كده لإنه مجرد عاوز يحميها وبيقدر يقنعها تخليه نضم للتحقيق بتاعها هي وهورد فبتقوله إيميلي على العنوان اللي إتجار قال لهم عليه وبتقوله كمان إنهم لسه ما يعرفوش أي حاجة عن البيت اللي في العنوان مجرد عارفين إن إتجار بيستلم منه حاجات يوصلها للصفارة فبيقول إيان على طول المساعد بتاعه يجمع رجالتهم لإنهم هيروحوا يزوروا المكان ده حالا ويشوفوا هو في إيه بالزبط الصدمة إنهم أول ما بيخرجوا كاسبر بيتصل على بوب وبيحذروا إن في ناس هتزوروا قريب جدا وبيقفل وفعلا بوب بيعمل مكالمة على طول بعد ما بيقفل مع كاسبر وبيقول إنه عايز خدمة لتنظيف المكان حالا وفي العالم الأول هاورد بيحاول يهد مرات صاحبه اللي مات وبيقول لها إنها لازم دلوقت تبلغ الشرطة وتقول لهم إنها لقت الجزة بالشكل ده علشان يتصرفوا وبيوعدها هو كمان إنه هيوصل للناس اللي عملوا كده في جزها وهينتقم منهم بعدها على طول بيروح لبيتر وبيكون متضايق جدا منه وده لإن محدش كان يعرف مكان صاحبه اللي مات ده غير هما اللي اتنين علشان كده بيقولوا إن الجاسوس ده شخصه قريب منه جدا وغالبا بيتعامل معه بشكل شخصي لدرجة إنه ممكن يقوله معلومات من غير ما يقصد لإنه مستحيل يشك فيه طبعا بيتر بيقلق أكتر بسبب كلامه وما بيكونش مسدق اللي حصل علشان كده بيرجع على طول بيته وبيبدأ يحقق في موضوع الوسائق اللي معاه في نفس الوقت اللي ألدريك بيكون فيه مستدقى واحد صاحبه من المكتب اسمه كريس وده علشان يقوله المعلومات اللي وصل لها بخصوص موت وولتر الصدمة إن ألدريك بيكون شاكك إن الجاسوس هو بيتر نفسه لإنه هو الوحيد اللي كان مستفيد من موته وأخذ منصبه ولما بيفكر فيها بيقول إنه أنسب شخص فعلا يكون الجاسوس لإنه شغال في منصب حساس ومهم جدا لأه كمان متجوز بنت شخصية سياسية كبيرة يعني عائلتها تقدر تحميه لو حصله أي حاجة وبنرجع لبيتر وهو بيحقق في الوسائق اللي هاورد ادهاله وبيلاحظ إنه كل الوسائق المتهربة عليها نفس علامة فنجان القهوة بتاعه معنى كده إن الجاسوس شخص بيدخل لمكتبه وزي ما هاورد قاله أكيد يعرفه بشكل شخصي هنا بيتر بيشك في مراته المفاجأ إنه لما بيروح يتكلم معاها بيطلع إن مراته دي هي كلير وفي العالم الموازي إيان وإيميلي وهاورد بيكونوا وصلوا للعنوان بس للأسف بيكونوا متأخرين دقايق وده بيبقى بسبب تحذير كاسبر لبوب واللي بدأ عملية التنظيف وخلى كل اللي شغالين في البيت يخلصوا من كل الأوراق ويخلوا المكان تماما وعلشان نعرف أكتر عن كلير بنشوف شوية من ذكرياتها وهي طفلة بالتحديد سنة 1997 مع بداية انتشار فيروس في الوانزة الخنزير واللي زي ما عرفنا قبل كده أضع على تلت سكان العالم الموازي وقتها تم اختيار بعض الأطفال من اللي عائلاتهم ماتت ودول علشان يدخلوهم مدرسة سرية تبع المنظمة وطبعا كلير كانت من ضمن الأطفال اللي اختروهم وبنعرف ان الهدف الرئيسي من المدرسة دي هو تدريب الأطفال ويخلوهم نسخة تبك الأصل من شخصياتهم في العالم التاني بحيث لما ييجي اليوم اللي هيحتاجهم فيه يبقوا جاهزين تماما ويقدروا ساعتها يندمجوا مع العالم التاني ويكونوا جواسيس لهم هناك وفعلا بيخلوا الأطفال يمروا بكل حاجة نسخهم بيمروا بيها لدرجة انهم بيكسروا رجل كلير لان نسختها رجلها تكسرت في حادثة ولان كلير لسه طفلة ما بتكونش فاهمة اللي بيحصل والعارفة السبب اللي يخليهم يعملوا فيها كده ساعتها بتضطر المدرسة بتاعتها تشرح لها ان العالم حصلوا حادثة غريبة وهو انه استنسخ نفسه وبقى في نسختين متطبقين من كل حاجة ومن كلامها بنفهم انهم فاكرين الفيروس اللي قتلهم ده هجوم من العالم التاني وده علشان يخلصوا على كل السكان اللي هنا بحس يستولوا على العالم ده كمان بالصروات اللي فيه بس طبعا ما بيبقاش في اي دليل على كلامها ودي كلها مجرد نظريات وكلامها ده بيفصر لنا سبب كل اللي بيحصل ما بين العالمين وللعالم الموازي عمال يبعد في جواسيس للعالم الاول وبنرجع لبيتر اللي بيكون لسه شكك في امراته علشان كده بيقرر يعرف الحقيقة فبيخترع سبب ليها وبيقول لها تخرج تشتري له حاجة قبل ما عيد ميلاده يبدأ ساعتها بيستغل الفرصة اول ما بتخرج وبيتصل على هاورد وبيخليه جيله بسرعة للبيت علشان يدوره على اي دليل يثبت شكوكه ناحيتها لكن برضو هما بيدوره بيتر بيحاول يكنع نفسه بالعكس وبيقول ان ممكن واحدة من الخدمات تكون هي اللي صربت الورق من خزنته في اللحظة دي هاورد بيلاقي حباية سيم في علبة الدواء بتاعت مراته فبيقول لبيتر ان ده اكيد معاها علشان تستخدمها لو تكشفت وبكده يبقى تأكده ان كلير هي الجاسوسة فعلا المصيبة الاجبر ان بيتر بيقول ان الرقم السر بتاع خزنته هو نفسه بتاع تليفونه وبما انها قدرت تفتح خزنته معنى كده انها كمان قدرت تفتح تليفونه وده اكيد الطريقة اللي قدروا يوصلوا بها الهنريك ويقتلوه طبعا بيتر بيبدأ يتوتر بسبب اللي عرفه وبيسأل ايه اللي حصل لمراته الحقيقية وازاي قدروا انهم يغيروها فبيقول له هاورد انه زيه لسه ما يعرفش اي حاجة بس لازم يفترضوا الاسوأ وهو ان المنظمة ممكن يكونوا للاسف اتلوها وبيحاول هاورد يخليه سيطر على اعصابه قبل ما كلير ترجع وبيقول له انها لسه ما تعرفش انهم كشفوها وده بيدي لهم افضلية ولازم يحافظوا على هدوءهم بحيس يستغلوها ويحاولوا يعرفوا كم المعلومات اللي قدرت توصل لها علشان كده بيقول له يبدأ الحفلة ويتصرف بشكل طبيعي وما يخليش كلير تشك فيه بس قبل ما نكمل معاهم بنرجع تاني بالزمن شوية وقتها كلير بتكون كبرت وتدربت على مهمتها وده بيبقى الوقت اللي بتقرر في المنظمة انهم يبعتوها للعالم التاني بما انهم عارفين ان نسختها من عيلة سياسية قوية جدا وكمان مخطوبة لبيتر اللي في منصب مهم وعلى وشك انهم يتجوزوا وفعلا بيقدروا انهم ينقلوا كلير لأول مرة في حياتها للعالم الاول وبمساعدة بعض جواسيسهم من صفارة علامهم بيبدأوا تنفيذ الخطة وبتقدر كلير اللي من العالم الموازي انها تقتل نسختها وتاخد مكانها وبنرجع تاني للوقت الحاضر بعد ما بدأت حفلة العيد ميلاد المشكلة ان بيتر ما بيقدرش يتحكم في نفسه ونوعا ما كلير بتحس انه بدأ يشك فيها وده لانه بيفضل يسألها عن احداث كتير حصلت في حياتهم على امل انها تغلط مثلا ويقدر يكشفها لكن زي ما احنا عارفين كلير بتبقى حفظة حياة نسختها بالحرف وبتقدر انها ترد بالتفاصيل على كل اسئلة بيتر بس للأسف مع انتهاء الحفلة بيتر بيفقد اعصابه تماما وعلى طول بيروح يواجه كلير وبيقول لها انه عارف حقيقتها وبيشدها من شعرها للحمام وبيدها حباية السم اللي لقوها وبيقول لها تاخدها زي ما هي مخططة علشان تموت بدل ما يقبضوا عليها بس الحصن الحظ بيتضح ان حباية السم دي صلاحيتها انتهت لان كلير بتقول لبيتر انها حتى لو خدت الحباية مش هتموت وبتعرفوا انها من ساعة ما خلفت بنتهم وكل حاجة تغيرت وتعلقها بالعالم والحياة دي زاد وده اللي خليها ما تطلبش حباية تانية وعلشان نعرف اكتر عن المدرسة اللي اتدربت فيها كلير بنرجع كام يوم للماضي لليوم اللي بوب اتصل فيه على المكان اللي اتجا رد عنوانه لاميلي واللي بيتضح انه المدرسة اللي اتدربت فيها كلير وبيبقوا لسه كمان لحد دلوقت بيدربوا فيها الاطفال ولما عارفوا ان الشرطة في الطريق بدأوا يخلصوا من كل المستندات وعلى ما بيوصل ايا وفريقه بيكونوا حرقوا كل حاجة وبيحصل اشتباك وضرب نار ما بين الطرفين ولما افراد المنظمة بيحسوا انها يتقبض عليهم بياخدوا حباية السم وبيموتوا نفسهم علشان الشرطة ما تطلعش منهم بمعلومة والوحيدة اللي بتقدر تهرب من المكان هي مدرسة كلير ومعها المساعد بتاعها ولما بيدخل ايا والمجموعة للبيت بيلقوهم اتخلصوا من كل حاجة حتى الاطفال اللي كانوا بيدربوهم بيلقوهم ميتين فبيفتشوا في البيت عن اي اوراق ممكن تساعدهم وفعلا بيقدروا يلاقوا شوية صور وعلى طول بيعرفوا انها من العالم الاول وكمان بيلقوا تصريح مرور للعالم الاول شكلها مزور ومن شكل المكان والاطفال اللي لقوهم ايميلي بتفهم اللي بيحصل هنا وبتقول ان المنظمة اكيد بيستخدموا المكان ده علشان يدربوا جواسيسهم وبعد كده لما يجهزوا يبعتوهم للعالم الاول علشان كده بيقرروا انهم يبحثوا عن الاشخاص اللي في الصور ويتأكدوا اذا كانوا فعلا عدوا للعالم الاول ولا لسه واللي بيبقوا مسؤولين عن التحقيق ده هم هاورد وايميلي بما ان هاورد شغال في صفارة المرور وله علاقات كتير جدا هناك وايميلي بتقول لي ايه يعني يروح يحقق مع صاحبه كاسبر لان هو الوحيد اللي كان عارف ان هم جايين لهنا وبما ان افراد المنظمة حرقوا المستندات قبل وصولهم فاكيد هو اللي حذرهم وفي العالم الاول بنشوف بيتر وهو رابط كلير بعد ما عارف حقيقتها وبيهددها انه هيفضحها وهيسلمها للشرطة لكن واضح من شكله انه متردد ومش عارف يعمل ايه بالزبط وبيسألها اذا كانت نسختها اللي من العالم ده لسه عايشة فبتجدب عليه كلير وبتقوله انهم خطفوها وحاليا محبوسة ولسه عايشة في العالم الموازي طبعا بيتر بعد كل اللي عارفه بيكون متعصب جدا وبيقولها ان اللي بيحصل من علامها معناه اعلان الحرب لكن كلير بتقوله ان المنظمة هم المسؤولين عن كل اللي بيحصل وحكومة علامهم ما تعرفش اي حاجة لحد دلوقت فبيسألها بيتر ليه بيعملوا كده وايه هدفهم بالزبط ومن اللي كليري تعلمته بتقوله ان هدفهم الوحيد هو الانتقام وبنروح لناديا اللي بتكون لسه بتنفذ مهمات الاغتيال وللأسف بتنجح في اغتيال اخر اسم في القايمة اللي معاها ولان ألدريك شاكك في بيتر بيروح يزوره وطبعا ما بيبقاش عنده علم ان بيتر اصلا مسك الجاسوس الحقيقي علشان كده بيفضل يلمح لبيتر انه عارف مين هو الجاسوس وبيقوله كمان ان دي اخر فرصة ليه يعترف ويقول الحقيقة وبيسيبه يفكر وبيديله معاده ما كان يتقابله فيه بعدها وبنرجع للعالم الموازي وبنشوف هاورد وهو في صفارة المرور واحد من الزباط بيأكد له ان الشخص اللي في الصور دي عاد للعالم الاول لأ وبيقوله ان كان معا اتنين كمان غيره وبيوري صورهم وبيقول انهم كانوا ضمن بعصة دبلوماسية فبتروح ايميلي بعد ما عرفوا اللي بيحصل تقابل شخص تعرفه وده المفروض هيساعدها توصل رسالة لنسخة هاورد في العالم الاول بحيث يشوفوا طريقة يخلوا بها يقابل هاورد علشان يشرح له اللي بيحصل ويبلغوا بالجواسيس اللي عرفوهم يمكن يقدر يوقفهم وبينجح فعلا الشخص ده انه يوصل الرسالة لنسخة هاورد في العالم الاول ودي بيبقى فيها المعاد اللي هاورد اللي في العالم الموازي هيقابله فيه فبيتصل هاورد على طول على بيتر وبيقوله يرتب له معاد علشان يقابل نسخته في غرفة الاستقبال اللي ما بين العالمين لكن بيتر بيقوله ان حاجة زي دي مع كل اللي بيحصل هتبقى صعبة جدا فبيقوله هاورد انهم طالما طلبوا يقابلوه فاكيد وصلوا المعلومات مهمة جدا ساعتها بيتطر بيتر يوافق انه يساعدهم وبيجي الوقت وبيتقابل هاورد مع نسخته جوا الصفارة هناك هاورد بيبلغوا بكل المعلومات اللي وصلوا لها فبيقوله نسخته انهم هيبدأوا يحققوا في الموضوع ده بسرعة وبنرجع لبيتر اللي وصل للمكان اللي حدده ألدريك هناك بيتر بيقوله انه عارف انه كل الادلة بتقول انه هو الجاسوس بس الحقيقة انه تم التلاعب بيمن الجاسوس طول الفترة اللي فاتت فبيسألوا ألدريك مين هو الجاسوس طالما يعرفه الصدمة ان بيتر بدل ما يقوله كلير بيقوله هاورد اللي مش مفهوم انه بعد ما سابق ألدريك ورجع للبيت بيتصل على هاورد وبينبهوا انه ألدريك ورجالته في الطريق لي علشان يقبضوا عليه وبيقوله انه هيشرح له كل حاجة لما يشوفه بس هو لازم الاول يهرب حلا من البيت وفي العالم الموازي ايان بيكون مستني بوب علشان يستجوبه وده لانهم شكين انه هو اللي بيدر المنظمة على حسب كلام ايميلي وخصوصا كمان انه لما ايان راح يدور على كاثبر لقاه يرب الغريب ان لما ايان بيسأل بوب عن اللي حصل ما بينكرش علاقته بيه وبيستهزأ كمان بايا وبيسأله اذا كانت زيارته للبيت كويسة ساعتها ايان بيفقد اعصابه وبيرفع عليه مسدسه وبيقوله يسلم نفسه ويروح معاه على مركز الشرطة حالا وإلا هيقتله لكن فجأة رجالة بوب بيظهروا من وراء ايان ولانهم بيهددوا بالقاتل بيضطر ينزل مسدسه ويسيب المكان ويمشي وبعد ما نادية خلصت قيمة الاغتيالات بتروح تتكلم مع الجواسيس وبتبلغهم انها خلصت على كل نساخهم في العالم اللي هم فيه معنى كده انهم يقدروا يتحركوا وينفزوا المهمة اللي جايين علشانها وفعلا بيبدأوا يجهزوا على طول وبياخدوا شكل نساخهم وبيروحوا يشتغلوا مكانهم علشان محدش يحس بحاجة غريبة الكارسة ان كل الاهداف دي بيبقوا شغالين في مكتب التخطيط وده اللي موجود في الصفارة اللي بتربط ما بين العالمين وبنرجع تاني للعالم الموازي بعد ما فشل ايان انه يقبض على بوب وبنكتشف ان ايان والفريق بتاعه مرقبين كل كباين التليفونات اللي في المدينة ده على امل انهم يلقطوا اتصال لكاسبر ويقدروا يوصلوله وبالفاعل خطتهم بتنجح وبيقدروا انهم يلقطوا مكالمة ما بين كاسبر وبوب وعلى الرغم انهم بيتكلموا بالشفرة الى ان ايميلي بتفهم كلامهم وبتقدر تعرف المكان اللي المفروض كاسبر وبوب هيتقابلوا فيه هناك اول ما بيوصل كاسبر وبيشوفوه بيبدأوا انطردته وبيتضح ان بوب كان باعت واحد يخلص على كاسبر اساسا بس الحصن حظه ان ايان واميلي بينقزوه في اخر لحظة بعدها بياخدوه معاهم علشان يحققوا معاه في كل حاجة بتحصل وبنرجع للعالم الاول وبنشوف هاورد وهو بيقابل بيتر وبرضو بيتر بيستمر في الكتب عليه هو كمان وبيقول لهاورد ان ألدريك ابتدى يسأل عنه وشاكك انه هو الجسوس ساعتها هاورد بيقول له انه ما كانش متوقع ان الامور هتسوق للدرجاتي علشان كده بيقول له انهم هيتطروا يواجهوا كلير بحقيقتها لانها اكيد عارفة التلت جواسيس اللي دخلوا لعالمهم وعارفة برضو اهدافهم وجايين يعملوا ايه بالزبط في الاول بيتر بيحاول يحمي كلير وبيقول له انها اكيد ما تعرفش حاجة بس لما بيصمم هاورد على رأيه بيتر بيرفع علي مسدسه ساعتها بيفهم هاورد ان بيتر هو اللي بلغ عنه علشان يحمي كلير وبيقدر بخبرته انه يضرب بيتر وياخد منه المسدس ويسيب المكان ويغرب في نفس الوقت ايا واميلي وهاورد بيكونوا بدأوا استجواب كاسبر واللي بنفهم من كلامه انه شغال مع بوب بقاله 3 سنين وكل ده في مقابل ان بوب هيخليه يعيش مع نسخة ابنه في العالم الاول وده لان ابنه اللي في العالم ده اتوفى بقاله كام سنة فبتقوله ايميلي يتعاون معاهم وبتوعده انها تحميه لكن كاسبر بيقول لها ان بوب اقوى من ما هم يتخيله وبيطلع ان هو اللي خطت للحدثة اللي حصلت لنسخة ايميلي في العالم الاول طبعا هاورد اول ما بيسمع كل الكلام ده بيتعصب وبيقوله ازاي يقبل يحرم عيلة من ابنهم علشان يعيش هو معاه ساعتها كاسبر بيحس بالندم وبيكرر يعرفهم كل اسماء اللي شغالين مع بوب واتعامل معاهم وبنروح لبيتر واللي بيكون اتصل على ألدريك وبيكمل في كتبه وبيقوله ان هاورد هاجم على بيته وبيطلب منه يلاقيه في اسرع وقت ممكن ولو اضطر كمان يقتله لكن لما ألدريك بيخلص المكالمة صاحبه كريس بيتكلم معاه وبيقوله انه مش مصدق ولا مقتنع ان هاورد هو الجسوس وبيقوله كمان انه حاسس ان بيتر عارف مين هو الجسوس الحقيقي بس مخب عليهم وفي البيت عند بيتر بيروح يتكلم مع كلير وبيقولها ان هاورد عارف ان فيه ثلاث جواسيس عدل هنا علشان كده بيسألها اذا كان لها اي علاقة بيهم او تعرف هما جايين يعملوا ايه فبتقوله كلير انها تعرفهم فعلا لكنها بتحذروا وبتقوله انه لازم يبعد عن طريقهم وإلا حياته هتكون في خطر طبعا بيتر بيبقى متوتر بسبب كل اللي هو بيعمله وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي فبيسيبها ويمشي ساعتها كلير بتطلع تليفون كانت مخبية وبتتصل على نادية المشكلة انها بتكلفها بمهمة اغتيال اخيرة والهدف بتاعها المراضي هو هاورد في نفس الوقت مدير بيتر بيلاحظ انه غايب بقى له فترة فبيكلمه على طول وبيقوله انه لازم يجيله حالا في اللحظة دي بيتر بياخد كلير للعربية وطبعا هي بتكون فاكرة انه هيسلمها للشرطة لكن فجأة بيتر بيتصرف بشكل غريب وبيكون قصد انه يعمل حادثة اما هاورد بقى بيقرر يروح يسلم نفسه الالدريك ويحاول يتكلم معاه وعلى طول اول حاجة بيعرفوا ان كلير هي الجاسوس الحقيقي وان كمان فيه تلات جواسيس موجودين جوا مكتب التخطيط ولازم يتحركوا بسرعة قبل ما كارثة تحصل بس للأسف بيوصلوا للمكان متأخرين ثواني لان الجواسيس بيكونوا خلاص بدأوا في تنفيذ مهمتهم الكارثة ان مهمتهم بتبقى قاتل كل اللي في مكتب التخطيط وده طبعا علشان يتسببوا في حرب ما بين العالمين وفعلا بيخلصوا على معظم اللي شغالين في المكتب لكن برضو ألدريك وكريس وهاورد بيقتلوا اتنين منهم وبيصيبوا الثالث هو كمان بس للأسف بيقدر يهرب وبيوصل وهو مصاب كده للبوابة اللي ما بين العالمين ودي بتبقى مشكلة بالنسبة لهم لانهم ما بيبقوش قادرين يلمسوه لان اي هجوم هيحصل هنا هيكون اعلان حرب صريح علشان كده بيثبتوا مكانهم وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي وبنروح لبيتر وامراته بعد ما اتنقلوا للمستشفى وبيطلع انهم نجوا من الحادثة اللي حصلت وبيتر بيكون بيشوف الأخبار بالصدفة وبيعرف اللي بيحصل فبيسأل كلير اذا كانت المنظمة كده حققوا كل أهدافهم لكن الكارسة انها بتقوله ان اللي حصل ده يعتبر بس أول خطوة وخلال الفترة الجاية هيبقى في مشاكل أكبر من كده بكتير وفي العالم الموازي مديري الشرطة بيتكلم مع ايا واميلي وبيقول انه بيجهز خطاب تعزية للعالم الأول لكن ااميلي بتقوله ان الافضل ما يعملش كده لان تعزيته دي مجرد هتخليهم يتدايقوا أكتر وده لان اللي نفذ الهجوم عمل من عندهم ولاي علاقة بنس في الشرطة طبعا مديرهم بيستغرب لانه ما كانش يعرف أي حاجة وبيطلب منهم يعرفوا مين في المكتب ممكن يكون لعلاقة بالهجوم اللي حصل ولما بنرجع للعالم الأول بنشوف بيتر وهو داخل للمكتب وبيكون مصدوم من أسر الهجوم اللي حصل هناك بيقابل مديره في الشغل اللي اسمه رونالد واللي بنعرف كمان انه يبقى أبو مراته كلير بس كلير اللي من العالم ده واللي هي أصلا ماتت وبسبب اللي حصل رونالد بيقوله ان في اجتماع طارق من المستوى الرابع معنى كده ان أهم المناصب في مكتب الإدارة هيحضروا الاجتماع وبيطلب من بيتر يحضر معاه لانه الشخص الوحيد اللي بيصق فيه في نفس الوقت في العالم التاني بيحصل اجتماع من نفس المستوى والاجتماعين بيكونوا عبارة عن كل رؤساء المكاتب مجتمعين وكل واحد فيهم بياخد أوامر من الرئيس الأعلى للمكاتب عن طريق جهاز الإشارة وفي العالم الأول بيتر هو اللي بيشرح الوضع حاليا وبيقترح انهم لازم يسيبوا الجسوس اللي وقع على الحدود مكانه لحد ما اللي في العالم الموازي ياخدوا خطوة ويتحركوا هما الأول أما في العالم الموازي إيميل هي اللي بتشرح الموقف وبتقترح انهم لازم يعترفوا بخطأ العالم بتاعهم ويحاولوا يقبضوا كمان على كل المتورطين في الجريمة ساعتها هيقدروا يعتذروا للعالم الأول ويحلوها بشكل دبلوماسي وكمان بتقول انهم لازم يروحوا يجيبوا الجسوس اللي عند البوابة ويحققوا معاه ويعرفوا منه باقي أهداف المنظمة لكن طبعا كل اللي موجودين بيرفضوا وبيقولوا انهم لو عملوا كده هيبقى زي اعترف بالجريمة وممكن يتفرض عليهم عكوبات ما يقدروش يتحملوها علشان كده هما كمان بيقرروا انهم يسيبوا الجسوس ده عند البوابة ولان قالدريك عرف ان كلير هي الجسوس بيخلي كريسي رائبها المفاجأة ان الجسوس اللي محدش عاوز يقرب له ده بيموت لوحده واللي بيأكد موته جندي من حدود العالم الموازي وبسبب التوتر اللي ما بين العالمين بيقرروا انهم يقفلوا البوابة اللي ما بينهم مؤقتا بس لحد ما يوصلوا الحل للمشكلة وقالدريك بيبلغ هاورد ان عملية التبديل بتاعتهم دي ماينفعش تستمر ولازم هو ونسخته كل واحد فيهم يرجع للعالم بتاعه وفي العالم الموازي هاورد بيروح يقابل بوب وبيطلب مساعدته في انه يرجع للعالم بتاعه على الرغم انه عارف ان بوب هو السبب في الحدثة اللي حصلت لمراته وهم اللي اتنين اساسا ما بيبقوش عارفين ان البوابة اللي ما بين العالمين اتقافلت وطبعا بوب بيبقى مستغرب من تصرف هاورد وبيقوله انهم المفروض اعداء لانه هو اللي كان هيتسبب في موت مراته فبيقوله هاورد انه طلب مساعدته لانه عارف انه هو الوحيد اللي يقدر يساعده وبيوعده انه لما يرجع للعالم بتاعه هيبعد عن كل اللي بيحصل وكمان هيخلي مراته ما تتعرضش ليه تاني ابدا لكن بوب بيقوله ان العرض بتاعه مش كفاية وبيشترط عليه لو عاوزه يساعده انه يشتغل جاسوس لحسابه وبيحاول يسيطر على تفكير هاورد بشوية كلام وبيقوله ما يصقش في مراته لانها بخبيه عليه حاجات كتير جدا لكن برضو الكلام ما بيبقاش جايب نتيجة مع هاورد فبيسحب بوب مسدسه وبيستعد علشان يقتله لكن هاورد بيلاحظ وبيسحب حتة حديدة يغبطه بها على دماغه وبيخلص عليه وفي العالم الاول بنشوف نادية وهي رايحة تنفذ اخر مهمة ليها واللي هي انها تخلص على هاورد لكن واضح ان هاورد بيكون متوقع ان ده هيحصل لان اول ما بتدخل نادية للقوضة بيخرج من وراها بالمسدس وبيقدر يخليها تستسلم وياخد سلاحها وبيعرض عليها هو عرض تاني وبيقول لها انه يا اما يموتها يا اما تشتغل لحسابه ولو قررت انها تشتغل لحسابه هتاخد نفس المبلغ اللي كلير عرضته عليها المفاجأ انه بيقول لها ان الدريك ورجالته اكيد في الطريق لي حاليا وده علشان يخلصوا عليه كنوع من الانتقام علشان كده بيطلب مساعدتها في انهم يخرجوا من المستشفى وفعلا نادية بتوافق وبيبدأوا هما الاتنين يخلصوا على رجالة الدريك واحد ورا التاني لكن وهاورد خارج من المستشفى بيتفاجئ بالدريك وراه بس الحصن حظه نادية بتنقذه في اخر لحظة وبتخلص على الدريك وفي العالم الموازي ايا بيكون رايح يقبض على بوب هناك بيشوف اللي حصل وبيعرف ان هاورد هو اللي قاتله وعلى الرغم انه عارف حقيقة بوب الى انه بيقول لهاورد انه لازم يقبض عليه وفي العالم الاول بعد الاجتماع بيرجع بيتر للبيت وبيتصدم لما بيلاقي كلير خلصت على كريس اللي كان بيرقبها وده لانه حاول يقتلها وهي اضطرت تدفع عن نفسها في نفس الوقت بيجي اتصال لبيتر من هاورد وبيطلب انه يقابله ولما بيروح بيتر يقابله بيعرض عليه هاورد اتفاق والاتفاق ده انه مايعرفش اي حد سر مراته كلير في المقابل هيساعده هو انه يختفي وكمان ما يخليش اي حد يتعرض له ولا يتعرض لاميلي وفعلا بيتفقه هما الاتنين على الهدنة دي مؤقتا وبينتهي المسم الاول وهاورد مسجون في العالم الموازي بتهمة القاتل ونسخته بيكون اخد مكانه في العالم الاول واكيد في المسم التاني هنعرف الا هيحصل بالزبط وهنشوف اذا كان في حربها تحصل فعلا ما بين العالمين ولا لا وهنعرف ايه اهداف المنظمة كمان بعد ما ينفزوا انتقامهم فلو حابين نكمل المسم التاني ما تنسوش تكتبولنا رأييكو في الكومنتات وتسيبولنا لايك للفيديو وكالعادة كان معاكم شعيب سلام